مرحبا شباب شوانكم؟ شوان الصحة؟ أهلاً وسهلاً أستاذ عبد المعين خير جميعاً حبيبي هماد شوانك؟ شوان صحتك؟ أهلاً وسهلاً أهلاً أستاذ كرار أهلاً أهلاً رحب بكم البداية إن شاء الله رح يكون يعني هو مو كورس بس هي سلسلة من المحاضرات بدأ أساسيات معينة عن الصناعة النفطية رحاون إن شاء الله نشرحها بفتشكل كلش مبصر وسهل بحيث بالنهاية إن شاء الله تكونون مستفيدين يعني أكثر استفادة ممكنة من هاي المحاضرات مبدئين هي رح تكون أربع محاضرات خلال شهر رمضان كل أربعة محاضرة أو إذا تحبون نغير بالوقت إن شاء الله رح يعنيها من سيفة تصويت معينة عن الوقت عن مواضيع إذا تحبون فدأ أكثر مواضيع معينة تحبون نحكي بيها فهي تفتشي يعني بداية بسيطة كلش عن إنه إحنا وعي رائحين للي يعرفوني يعرفوني ولم يعرفوني أنا اسمي عبد المهيمن تخرجت من الجامعة التكنولوجية لسنة 2015 اشتغلت بشركة أنترانويل الصغينية لمدة سنة ونص واشتغلت بمجال الحفر بشركة نفط ميسان صار لي خمس سنوات فهاي فتشيهتي يعني مجرد أساسيات عن هذا الكورس والمقدم إذا عدكم أي سؤال تقدرون تكتبونا بالشات وورا المحاضرات كمان إن شاء الله راح عليك رودستيشن أحمد راح ينشر تقدرون سألون أي شيء يعني ببالكم بالنهاية إحنا هناك كنا طلبة يعني ماكو استاد ومدرشين لا إحنا كنا طلبة ونحاول مجرد أنه نوصل للمعلومة الصحيحة ونتعلم فتشي يعني مجرد إذا يعني إحنا المحاضرات راح تكون كلها دقيقة ربما نصف ساعة 35 دقيقة فإذا طلعنا إحنا متعلمين ولا ومعلومة معلومتين جديدة فهذا راح اعتبر فدع إنجاز كل الشي يرألنا اللي راح نحتي بمحاضرتي اليوم راح تكون هي ثلاث أشياء الشي الأول اللي راح نحتي عنه هي أنواع الشركات النفطية أو company types وأنا حطيت حق البزرقان النفطي كمثال عن أنواع الشركات راح أقرب لكم مثل عليه إن شاء الله راح تشوفوهم بالإسلادات الجاية وأيضا عن الرقكرو إنه إحنا الأبراج أبراج الحفر شنو هو الكادر اللي يشتغل بها أو شنو هو خلي نقول الكادر الإداري يعني أو التسلسل الهرمي الإداري اللي يشتغل ببرج الحفر شنو هم الموظفين اللي يشتغلون بالبرج فنبدأ أول شي بأنواع الشركات النفطية أنواع الشركات النفطية أكثر من نوع لكن إحنا راح نجيها خلي نقول بالتسلسل أول شي أول شي هي ال E&P companies اللي هي exploration and production companies هاي الشركات وظيفتها هي أنه تقوم بالاستكشاف وتقوم بالإنتاج يعني إحنا إذا جينا عدنا حقل معين خلي نفرض مثلا حقل الحلفاء بمدينة العمارة من يجوي رادوا يستكشفون هذا الحقل يعني بالبداية بعد جولات التراخيص بسنة 2010 و2011 و2019 من صارة جولات التراخيص دخلت الشركات النفطية فشان من نصيب شركة PetroChina شركة PetroChina هي شركة exploration and production شركة استكشاف وإنتاج هاي الشركة تكون هي مسؤولة عن وضع الخطط التطويرية الكاملة لهذا الحقل بحيث أنه بالنهاية أكو ضمن العقد مالتها خطوط إنتاج معحدة يعني خلي نقول مثلا إنه لازم ينتجون خلي نقول مليون برميل بأول سنة النفط ثاني باليوم الواحد مثلا ثاني سنة يقومون يوصلون مثلا إلى 2 مليون باليوم وهكذا هاي مجرد مثال طبعا لأنه حق الحلفاء مواصل هاي الأرقام بس هذا مجرد فد مثال هذا شي سمونا البلاتو البلاتو هو نسبة الإنتاج اللي لازم تواصله هاي الشركة خلال وقت محدد فهاي الشركات هي لدينا وراء هاي الشركات من إجتي حتى تستلم الحقل صارت هي لكلاينت يعني شو نقول إنه هي مالكة الأرض أو مالكة الحقل هي المشجل الرئيسي للحقل الأبرايتر طبعا الأبرايتر ممكن يكون مو شركة واحدة ممكن يكون أكثر من شركة رح نعرف الشون إن شاء الله وأرجع أضر لكم مثلا وحدة من الامثال مثلا حقل الروميلة بالبصرة حقل الروميلة الأبرايتر ما لهو الرو هاي تتكون من مجموعة شركات مو من شركة واحدة الشركة الرئيسية هي يعني شركة نفط البصرة وشركة بيتش بتروليوم فهي هاي يسمو يعني ائتلاف الشركتين هذا الني يسمونه الـ daylind أو operator هم مشغل للحقل لكن رجاءة تقدر تستد السitting أحمد عماد يا أهالم حديمةние وارد نعود عنهث الثالث من الشركات هي العاملات المخاصة هي شركات الخدمة تقوم هذه الشركات بعمليات الخدمة الموجودة بالحقول عندنا بعد أنواع عديدة من الشركات عندنا مقاولين الحفر عندنا الشركات المختصة بعمليات الأنابيب وغيرها مد الأنابيب عندنا شركات المختصة بالمصافي وتصفية النفط وتكريرة عندنا شركات خاصة بالأتمة شركات تحاول أن تدخل التكنولوجيا الحديثة بالصناعة النفطية إن شاء الله إذا أبقى وإكتب هاي المحاولة رح أشوفكم فيديو عن برج حفر كله أوتوماتيك بحيث حتى الأنابيب التي تشيلها من الراك وتصاعدها للبرج وتنزلها بداخل البير هي كلها أوتوماتيك بدون تدخل بشري وأيضا عندنا الـ EPC Companies شركات هاي مختصة غالبا بعمليات الإنشائية والبنائية بحيث تطيهم مشروع معين ومسلموك مفتاح خاص بهذا المشروع وعدنا أيضا الشركات الـ Petrochemical طبعا من أشهر الشركات اللي موجودة هي خلينا نقولك Operators أو E&P Companies يعني هما Exploration and Production هي شركة Shell Chevron BP و Axel Mobile هاي أقوى الشركات العالمية تقريبا بهذا المجال نقدر نضيف PetroChina أيضا وياهم يعني هم الشركات العملاقة فإذا جئنا نريد نفصل هذا الشيء بشكل أكثر مثل ما قلنا شركة BP تعتبر شركة استكشاف وإنتاج PetroNAS نفس الحالة شركة BP لازمة حقل الروميلة بهيئة العملات المشتركة اللي هي الرو وشركة نفصل بصرة شركة PetroNAS نفس الحالة لازمة حقل الغراف بمحافظة الناصرية ويا شركة نفصل ذيقار وأيضا عندنا شركة PetroChina داخلة بأكثر بنحقل طبعا بالعراق لكن أكثر حقل هما داخلين بشكل عام هو حقل الحدفاية هاي الشركات هي شركات استكشاف وإنتاج تحط لك خطة تطويرية كاملة عن الحقل اللي انت عندك بحيث تتوصله إلى حد إنتاجي معين يتم الاتفاق عليه بالعقود مثل ما ذكرني مثلا شركة BP Chine حسب ما أعرف أنه العقد ما لا تلوي شركة نفصل بصرة أنه خلال أول سنة يمكن يوصلون سبعمائة ألف برميل حسب ما ذكر حقل الروميلة أول ما بالأفين داعش أول ما استلموا الحقل وهكذا إلى أن وصلوا يلافض رقم محدد يكون متفق عليه ضمن العقود الـ Client قلنا الـ Operator الـ Operator هو يكون تجمع أكثر من شركة بحيث أن هاي الشركات تكون هي المشغلة للحقل اللي هي خلنا نقول الشركات الـ Operator بالنهاية هي الشغلة للحقل طبعا ممكن لو نرجع للسلايد القبله ممكن الـ E&P Company تكون واحدة هي مشغلة للحقل حسب نوع العقد يعني هسة مثلا إذا جئنا على شركة PetroChina تقريبا PetroChina بحقل الحلفاية هي مستلمة عملية تطوير بحقل الحلفاية بالكامل بدون تدخل شركة تنفط ميسان يعني شركة تنفط ميسان هي مجرد هيئة إشرافية هاي طبعا حسب نوع العقد مجرد هيئة إشرافية تشيك الشغل وتشوف هال ماشينا على العقد هالأكوفة مشاكل المحددة تقدر تخدمها وهكذا على العكس مثلا لو جينا إلى حقل ثاني مثلا حقل الروميلة لا حقل الروميلة يختلف العقد مالته الهيئة مالته مشتركة أكثر من شركة هي شركة بي بي وشركة نفط البصرة فمثل ما قلنا الكلايت أو الوبرائتر ممكن يكون تجمع أكثر من شركة فإذا صار تجمع أكثر من شركة راح بدون يطلقون عليه مصطلح ثاني مثلا عدنا حقل الزبير متكون من أكثر من شركة شركة نفط البصرة الزبير أعتقد شركة إيني الإيطالية وياها أيضا فصارت ZFOD Zubair Field Operation Division يعني هيئة العمليات المشتركة لحقل الزبير نفس الحالة الروميلة قلنا هي الرو الروميلة Operation Organization هي الهيئة المشتركة المتكونة من شركة نفط البصرة وشركة بيكي برتش بتروليوم وذا جئنا مثلا على حقل البزرقان محافظة العمار أيضا عندنا الـ CMIT اللي هي هي هيئة العمليات المشتركة خلينا نقول أو اعتلاف الشركات الخاص بحق التشغيل حقول الميسان يتكون من أربع شركات C-Sinoc والM هي M-O-C نفط ميسان والI هي IDC شركة الحفرة العراقية إيرانك درونين كومباني والT هي T-POW شركة تركية أيضا موجودة داخل لهم بالعقد لكن IDC والT-POW نسبتهم من العقد يعني أعتقد 5% وهي تشيفة نسبة قليلة فغالبا يعني تشوف أنه شركة نفط ميسان وشركة سينوك هما المشغلين الرئيسين للحقل والموجودين هناك فهاي هسا مثل ما ذكرنا خلينا نرجع في أي شيء فلاش باك سريع أول شيء كان عندنا هي ENP companies اللي هما exploration and production ثاني شيء كان عندنا اللي هما قلنا أكون شركة أكون حقول لازم يكون بها هيئة مشتركة أكثر من حق يكون هيئة مشتركة كونة من أكثر من شركة حتى تدير الحقل نجي وراها للنوع الثالث من الشركات هي Oil Field Service Companies هاي الشركات هي شركات خدمة يعني مثلا إذا أجي الكلاينت اجي مثلا أبو أبو أو مثلا اجي أبو ZF Audia أو اجي مثلا أبو أبو من أجي ويردون يقومون بعمليات الحفر مثلا هاي الشركات هي ما تمتلك عدد أبراج كافي حتى تقوم تطوير الحقل فبالتالي راح تروح تتعاقد ويشركات خدمة هاي الشركات هي اللي تجي مثلا تحفر لها طبعا إذا جدت حفرة الهابار راح تكون هي Drilling Contractors مثلا ما راح يشوف إحنا أكون نوع الرابع راح يكون Drilling Contractors فإحنا Oil Service Companies هي كل شركة تقوم بخدمة للكلاينت اللي لا يقدر يسويها واحدة فإذا مثلا شركة سينوك رابطة تنزل مثلا باكر أو رابطة تنزل مثلا تسوي عملية تسميت أو رابطة مثلا تسوي عملية بناء لمنشأة سطحية أو رابطة مثلا تسوي إنزال مضخات غاطسة بالآبار هاي الأمور هي ما عندها الإمكانية والقدرة حتى تسويها ولا أكو عندها الإمكانية المادية والبشرية ولا التخصصية ولا التقنية ولا التكنولوجية بحيث تقدر تسوي هاي الأمور فبالتالي تروح تستعين بشركات خدمة خاصة بالأمر اللي هي تريد تسوي من بناء منشأة سطحية من عمليات مثلا خدمة للآبار عمليات مثلا تحمير هواي عمليات عندكم خلفية نقول معينة عن الصناعة النفطية إنه أكو شيء اسمه اللي هو الاستصلاح فبالاستصلاحك هو عمليات تصوير ممكن على آبار فبالتالي هاي الشركات ممكن تقدم لك هاي الخدمة شلمبرجر هالي بورتن بيكر هيوز بيتروفاك الوذر يعني هواي شركات موجودة بهذا القطع إذا كانت هاي الشركة جايبها الكلاينت حتى تحفر لبير فراح بالتالي يصير عدنا شركات خاصة بالحفر كل شو هواية بالعراق يعني موجودة شركات جدا هواية يعني بش لما رجل واحدة من الشركات كل شو معروفة بوهاي شركة صينية أيضا معروفة داتشينغ اللي هي دي كيو اي هم شركة صينية كوسول يعني هواية هواية شركات كل شو بمجال الحفر موجودة بالعراق بالإضافة إلى الشركة الحكومية العريقة جدا شركة الحفرة العراقية أيضا موجودة بس لأنه مثلاً خلين نقول شركة الحفر العراقية براجها ما تكفي وبالتالي يبدون يستعيون بهاي الشركات العالمية أيضاً حتى يسوون عقود الحفر للعبار نجي على الأنواع الخمسة اللي بقنا من الشركات أول شيء البيتلاين كومبانيز شركات تقوم بمد الأنابيض بأي مكان يعني حسب نوع المشروع اللي انت عندك هل هذا العنبوب ممتد من البيئر خلين نقول لمحطة إنتاج أو يعني إلى آخره هل هو بايبلاين مخصص لعمليات تصدير النفط وإلى آخره عدنا شركات الـ EPC قلناها اللي هي Engineering Procurement Construction هاي الشركات تقوم بعمليات بناء المنشآت السطحية والعمليات الإنشائية أغلبها يعني يكون نظامها غالباً نظامها يسمى تسليم مفتاح لحيث أنه أنت تضطي المشروع المعين مالك لهاي الشركة هي تسلمت المشروع كامل مكمل على حسب العقد اللي موجودة بينكم شركات الـ Refinery أيضاً موجودة أغلب شيء بالعراق إحنا مثل ما نعرف أنه نظام الاقتصادي عندنا هو مو نظام رأيسمالي بحت يعني غالباً اشتراكي هو بحيث يكون تابع للدولة فشركات الـ Refinery بالعراق أغلبها هي شركات تابعة للقطاع العام يعني تابعة للدولة مثل شركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الوسط وشركة مصافي الشمال وإلى آخره يعني عندنا مصفة دورة عندنا مصفة بيجي عندنا مصفة كربلاء يعني إلى آخره من هاي المصافي الموجودة بالعراق الـ Automation System مثل ما قلت أكو شركات بدأت تدخل التكنولوجيا كل شوائية بالصناعة النفطية بالتالي أنت يعني لازم تبدي تدخل يعني أنت مثلاً إذا تريد عندك خلنا نقول عشر عمال بالبرج وتريد تقلل عدد مالتهم لأن هاي العشر عمال ذولة يكلفوك وقت يكلفوك تدريب يكلفوك فلوس يكلفوك يعني كل شوائية أمور مخصصات طعام مثلاً هواية تفاصيل يعني هما يكلفوك فأنت إذا جبت حولت هذا الشغل اللي هما يساوه إلى شغل تقوم بآلة معينة بالتالي راح تتوفر فلوس راح تتوفر جهد راح تتوفر إصابات ما عندك لأن إحنا الإصابات مثلاً ممكن تأثر حتى على سمعة الشركة فأنت بالتالي راح تكون شغلك مثل مثلاً يعني هاي نقول 100% فبمجال الحفر غالباً Automation System اللي هو الأتمة والأنظمة الحديثة بدأت تدخل مثل ما نعرف يعني أغلبكم حضراتكم يعرفون أنه يكون حفر اتجاهي وحفر مائل وأكو سأبراج هاي الحديثة يعني تسوي لك ترفع لك الأنابيب من الراكب من على الأرض لحد السيرف لحد يعني خل نقول لسطح البقر وكل هاي الأمور تسويها هي بدون أي تدخل بشري وآخر شي عندنا اللي هي الشركات الخاصة بالمواد البيترو كيمياوية إذا أردنا نأخذ حقل معين كمثال عن كل هذا الحاج اللي حتينا فراح لخصلكم بهاي الصورة بس أول شي حقل البزرقان حقل البزرقان الهيئة اللي هي خل نقول الأوبريتر اللي هو المشغل للحقل يتكون من شركة سينوك شركة تفط ميسان الـ IDC شركة الحفرة العراقية وتيبا وتركيا هاي الأربع شركات هما هما اللي يحطون خطة لتطوير الحقل هما اللي عندهم لازم حد إنتاجه معين يحاولون يوصلو له يعني هواي تفاصيل اكو بعد بالعقود وبتفاصيل هذه حيث أنه هاي الأربع شركات تكون هي المسؤولة عن هاي الأمور كل الأمور الإدارية خلي نقول الأمور اللوجستية المفروض تكون هاي الشركات هي المسؤولة عنها اللي هي تطوير الحقل بالنهاية للوصول لحد إنتاجه معين هاي الشركات مثلا إذا جاءت تريد تحفر رح تجي تتعاون ويا ماذا رح تجي تتعاون ويا شركات حفر مثل كوسل بوهاي الـ UCD والـ IDC هاي الشركات نفسها من تجي تريد تسوي عمليات مثلا خاصة مثلا بالـ Liner Hunger أو تسوي مثلا عمليات انزال مضخات الغاطس الـ ESP وغيرها من هاي الأمور فرح تجي تستعين بشركات مقاولة ثالثة يسمون مثل شركة Weatherford بنفس الحالة من يردون هم يسوون مثلا عمليات مد الأنابي ممكن يتمدون على شركة سيرت ممكن هي أيضا شركة تركية وتشتغل بالعراق وقعد هاي التكنولوجي الخاصة بها بعمليات مد الأنابيب وغيرها ونفس الحالة مثلا إذا رادوا عمليات الأطعام وغيرها راح يجون يتعاونوا مثلا ويشركة مثل شركة عين الرمو اللي هي الشركة الوجستية خاصة بعمليات الأطعام وتوفير الكوادر وغيرها فكلش مختصر كان عن حقل البزرقان كمثال عن شون الشركات تشتغل وشون هي وظائف هاي الشركات إذا تحبون نرجع في درجة سريعة إحنا قلنا أنواع الشركات الموجودة وذكرنا أمثلة عليها اللي هم المشغلين يكون يا أم شركة وحدة أو اعتلاف من أكثر من شركة اللي هم يقومون بعمليات تطوير الحقل وأيضا عدنا اللي هم الشركات اللي تقوم بعمليات الخدمة وهاي التكنولوجيا الحديثة خالي نقول تستعملها بالحقول وأيضا عدنا شركات الحفر عدنا أيضا شركات 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 رفاينري شركات اللي مصافي وأيضا الوتوميشين والسيستم اللي هم العمليات الأتمتة وآخر شي عدنا البيترو كيميكو كومبتنز ذكرنا مثل ما قلنا حقل البازرقان وكل التفاصيل الخاصة بي هس رح نيجي على كشركات عراقية شنو الأمثلة اللي عدنا كمشغلين كمشغلين عدنا شركة نفط البصرية لازمة حكمية حقول كلش هواية شركة نفط ميسان أيضا عدنا حقول هواية لازمة هي كأوباريتر كمشغل لهذه الحقول عدنا شركات كونتراكتر ما الحفر عدنا شركة الحفر العراقية شركة كلش يعني متطورة وجيدة عدنا شركة ثيرت بارتي ثيرت بارتي اللي هما شركة خاصة بالتوظيف يعني يجيبوا لك موظفين وشركة خاصة بالأطعام والأمور اللوجستية مثل شركة عين الروميلة هسا نيجي على الرقكرو من تجي تدخل لأي بئر طبعا هنا إذا أحد عنده سؤال خلي كتبه إن شاء الله بنهاية المحاضرة إذا بقى وقت لأنني لزوم مشكلة 5-4 غيغة ويعني يغفل المحاضرة من كيفة فراح ستجل أسئلة إن شاء الله كلها عندي وبنفس الوقت همينة راح ننزل مثل ما قلنا على تقدرون تسألون أي سؤال تحبوا إن شاء الله يعني سؤال سؤال راح نجاوة ومثل ما ذكرت احنا بالأخير كلنا طالبة تعلم يعني ما يكون مشكلة نتناقش بعي شيء نتسولف بعي شيء خاص بالشغل نعرف التفاصيل ممكن أكون معلومة أنا ما عرف أنت تعرفوها وهكذا لحد بالنهاية يصبح أكو فد انتراكشن بليناتنا بحيث أنه نقدر نتبادل كل المعلومات اللي عندنا الرقكرو أول ما تروح لأي برج حفر راح تشوف إنه أكو واحد بالباب اسمه الواتشمان أو سيكوريتي هذا راح يوقف وياك ياخذ اسمك ياخذ تفاصيلك التمين جاي من يا برج حاليا مثلا بزمن كورونا قام يسئلك هل أنت عندك يعني كارتلوق أحلو لا التمين جاي شنة مثلا محجور لو طالع له إلى آخره من هاي التفاصيل بحيث ينبه للشخص المسؤول بداخل البير عن قدومك حتى يكون عندهم علم ويسمحونك بالدخول لداخل البير الدخول الجو يعني للبرج يخليك تدخل عندنا السيكوريتي دائما يكون تعاونهم وتواصلهم أغلب الوقت ويا الـ HSE Supervisor حتى يبلغون عن حضورك طبعا الـ HSE Supervisor يعني وحدة من التخصصات اللي كلش بدت تصعد بالعراق ومو بس بمجال النفط يعني بكل مجالات لأنه فكرة السلامة بالعراق فالفكرة حديثة دخلت يعني خلينا نقول ورا سنة الألفين تقريبا بدت تدخل ويعني وظائفة جدا حلوة وشغلة كلش حلو يعني أنصحكم أنه اللي عده يشغل بالسلامة يحاول يبحث ياخذ شهالات بهذا المجال حتى الشغل الموجود بيها شغل جيد يعني فـ HSE Supervisor يكون مسؤول عن كل شواء أمور يكون مسؤول عن المعدات اللي موجودة الفقصات اللي لازم تتمع المعدات اللي موجودة بالبرج يكون مسؤول عن العمال الموجودين يكون مسؤول عن عمليات العمليات اللي تصير بداخل البرج يعني مثلا عدنا عملية رفع أو عدنا مثلا عملية مثلا قد نقول عملية تسميت أو عملية فحص لضغط ضغط بايت معين أو مبوب معين بالنهاية أبو السلامة لازم يكون يعرف بهاي التفاصيل كلها ويروح يكون مشرف بحيث واقف على العملية هاي بحيث يشرف إنه العمال ما يقومون بأداء هاي المهمة إلا على أتم وجه من السلامة بحيث إنه بالنهاية تتم كل العمليات البرج بسلاسة وبسلامة بدون أي خسارة هذا شيء يعني كلش مهم لأنه أنت السلامة عندك تأثر على سمعة الشركة تأثر على الروح روح الفريق اللي موجودة يعني إلا سامح الله لأنت مكان يوميا عندكم واحد من صاب فإنت راح تبطل ما راح تبطل يعني إذا عندك مكان يوميا إصابات يوميا ناس يصر بيهم شيء فإنت راح تبطل شوي شوي من مكان عملك فبالتالي يكون عمله جدا جدا مهم وراها عندنا الكمباني موان الكمباني موان موجود شخص بالنهار شخص بالليل داي كومباني موان ونايت كومباني موان هذا الشخص يكون هو المسؤول عن الحفر بالبرج لازم يكون عنده يعني برنامج الحفور لازم يكون عنده علم بكل الأمور اللي تجري بداخل البرج شون العمليات اللي صارت وبالتالي يقدر ينقل تقارير يومية بأوقات محددة يعني خلي نقول يرسلها للبيس اللي هو شون نقول يعني 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 هو ممثل عن الشركة الأم بداخل البرج لأن احنا مثل ما قلنا البرج هو تابع لغير شركة فبالتالي هو يكون المسؤول من الشركة الأم بداخل البرج عن كل الأعمال اللي يتم هذا يسمونه الكمباني مان أو رجل الشركة بعض الأحيان يسمونه درولنج سوبربايزر أيضا يعني هو نفس الكمباني مان يعني باختلاف مسامي عد خلي نقول الريج مانيجر أو السينير تول بوشر هو الشخص التابع للشركة اللي خاصة بالبرج يعني احنا قلنا إذا فقط عشر دقائق ويخلاص اللي ميت للأزف مثل ما قلنا الكمباني مان هو اللي خاص بالكلينت والريج مانيجر هو الشخص اللي خاص بالشركة الشركة اللي تحفر يعني مثلا اللي يحفر شلمبرجر والكمباني مان تابع إلى شركة نفط الباصرة تيشي هذا المختصر المفيد يعني كل الشخص عده مسؤوليات خاصة وعمالها خاصة اللي المفروض يسويها عدنا الدرولنج انجينير والتول بوشر الدرولنج انجينير هو مهندس الحفر هذا يكون مسؤول عن عمل كل البروسيجر وكل يعني شون الأنابيب راح تنزل مثلا شون تفاصيل البي اتش اي اللي هو خيط الحفر مالك راح ينزل شون العمليات اللي يوم راح تتم مثلا حفرنا لحد يا عمق ليش لازم نسحب ليش لازم نسوي هاي الأمور كلها يحدد لك إياها بالأخير الدرولنج انجينير التول بوشر الدرولنج انجينير هو شون نقول شخص يعني غالبا إداري يكون يعني هو اللي يحط لك الخطة اللي تمشي عليها حتى تحفر البير حسب برنامج الحفر اللي موضوع لحفر البير التول بوشر هو يكون شون نقول ذراعا اليمين هذا الشخص هو يقوم بأخذ التعليمات والتفاصيل الخاصة بالشغل من مهندس الحفر وبالتالي مهندس الحفر راح يقوم بعضاء كل التفاصيل للتول بوشر والتول بوشر هو اللي يسويهم حتى لو تشوفون هنا شوف يعني هذا تقريبا خل نقول هذا هو شخص مرتب ونظيف هذا التول بوشر لا شوية يقدر يشتغل بيده لازم وذول الطبقة اللي هما خل نقول للناس الأشخاص اللي يعملون بيدهم كل الشغل يوقع على عاتقهم عندنا الحفار الحفار يأخذ أيضا تعال تعليمات الحفر من التول بوشر والدرومنج انجينير وبالتالي يحفر يعني خل نقول مثلا عنده عمق معين لازم يوصل ويسوي مثلا فد عملية معينة مثلا يسوي تدوير السار للحفار وهكذا يعني كل تعليمات اللي يستلمها الحفار تكون هي جاية غالبا من التول بوشر والدرومنج انجينير عندنا ديركمان هو الشخص اللي يجي بعد الحفار هذا الشخص هو اللي يكون واقف على هاي المنصة اللي هي بأعلى البرج يقوم بترتيب الأنابيب يربط لك الأنابيب من فوق يصفط لك وعنده أيضا بعد هواية يعني مسؤوليات هواية أمور ممكن يقدر يسويها مو بس خاصة بعمليات هاي المنصة لا هو غالبا يكون مسؤول شفت فالشفت اللي موجود جوا هو يطيهم التعليمات وهو يكون حلقة توصل ما بين الحفار وما بين العمال الموجودين من بعده اللي راح نعرف شنو هما هسا بالسلايد الجاي الـ 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 اللي هم يكونوا معرضين لكل الظروف الجوية وكل الأعمال وكل التفاصيل هما يأخذون الأوامر غالبا يعني تقريبا من الدركمان والدركمان يأخذها من الحفار والحفار يأخذها من التوطبشر وهكذا هي سلسلة مرتبطة يعني خلنا نقول شي بشي فبالتالي راح يعرف شنو التفاصيل والأمور المعينة اللي لازم يقول لهم إياها وهما يقومون بربط الأنابيب تنظيف والـ يعني سموها الـ اللي هو الترتيب الترتيب الخاص بالـ أنه لازم المعدات ما ترحط عمام القاع شنو العمليات الخاصة بالسلامة اللي لازم يسووها وهكذا عدنا أيضا من ضمن كادر البرج الالكتروشن الكهربائي الموتورمان الشخص اللي مختص بال يعني الأمور اللي خلال نقول الميكانيكية وهو الميكانيكال مرات يختصرون الموتورمان والميكانيكال يعني بشخص واحد حتى يقللون من التكلفة وإلى آخرين من هاي الأمور عدنا المود انجينير والسامبل كتشر المود انجينير هو الشخص اللي يكون مسؤول عن عمليات طين وحساب الكثافات وتحضير الطين والتفاصيل كلها خاصة بالطين هو تكون بعاتق المود انجينير المود انجينير أيضا ياخذ التفاصيل الخاصة بالشغل المالته من الدرون انجينير وعندنا السامبل كتشر السامبل كتشر هو شخص يأخذ لنا عينات معينة من الطين الطالع ومن الكتنغز اللي طالعه فبالتالي يقدر يعرف شنو خصائص الطبقات اللي انحفرت هذا السامبل كتشر يجيب العينة يجيبها للأموال للمود انجينير أو يجيبها مرات للمود لوقر اللي هسا هم راح نعرف شنو هو المود لوقر أو الجيولوجست هم شخصين يعملون على تحليل البيانات اللي طالع عليهم من أثناء الحفر مثلا هاي طبعا هاي الشاشة اللي يتعلمها يعني راح يصير عنده معلومات كلش كلش هواية عن شنو اللي جاي يصير بالحفر العمق الهوكلود اللي هو الوزن اللي يشاي للبرج الضغط المسلط يعني أثناء الحفر وهكذا هاي التفاصيل كلها يكون مسؤولين عليها شخصا اللي هم المودلوقر وغالبا الجيولوجست أيضا يكون معاون إليه بحي تقدرون يعرفون تفاصيل الطبقات الصخرية اللي انحفرت وهم وين وصلوا يعني مثلا اكو مرات اذا نريد ننزل مثلا في المعدات معينة فإحنا لازم نحفر يعني أعماق كل شكال يعني مثلا فإنت لازم تحفر وتتوقف وتنتظر العينة تجيك من داخل البير على عمق 3000 و 4000 متر لحد ما تصل للسطح وتشيك هل أنت وصلت 80 سنتيم لو لا بناء على نوع الطبقات فهذا شروع المودلوقر والجيولوجست يكون كلش دقيق وكلش مهم لأنه راح يمطيك فد يعني فد كلش هوية عن أنواع الطبقات الصخرية اللي جاي تحفرها والمشاكل المحتملة اللي ممكن يصير لك لأنه صارت عندك مشكلة وهي راح تاخذ من عندك وقت وبالصناعة النفطية أهم شي عندك الوقت لأن time is money الفلوس أهم شي هي العصب الرئيسي والمحرك الرئيسي لكل الصناعة النفطية بعد عندنا أيضا الأشخاص اللي يجون حتى يقومون بأعمال بسيطة ومحددة مثلا الانير هانجر الانير هانجر هذا معدن نزلها ويا عمليات البطانة الشرح عليها كل شي طول لأنفد معدن كل شي يعني حلوة ولطيفة وبها هواي تفاصيل فذل الأشخاص يجون لأوقات محددة يعني هو ما راح يجيب قبل بير طول ما راح يجيب قبل برج طول حياة البرج يعني مثلا 3-4 لا يجيب قبل 4-5 ويروح ال-LWD وال-MWD اللي هما الأشخاص اللي يشتغلون على موضوع العمليات القياس أثناء الحفر وغيرها ال-ESP اللي هو خاص بالموضاخات الغاطسة ال-Cold Tubing Supervisor للأشخاص الخاصين بالعمليات الأنابيب الملتفة اللي هي غالبا يعني يسوي بها عمليات وتحميض للآبار وال-Wireline أو Logging Supervisors اللي هما أيضا يجون يعني أوقات قليلة ويرحون أنا أتمنى إذا يعني الشخص اللي يحب يعرف أي معلومات أيضا على أي واحد من ذول يعني خلني نقول على أي تفصيلة أنا رح أحاول أن شرككم ال-Presentation همين حتى تقدرون شي يكون أي معلومة خاصة بها إذا أي شغلة لتحبون تعرفوها يعني مرحب بكم بأي وقت تسئلون أيضا عندنا لازم يكون أكو دكتور هو خاص بالعمليات الطبابة بالبرج ولازم عندنا ال-Campus اللي هو يكون مسؤول عن عملات الخدمات خلي نقول بالبرج يجيب لك الأكل مسؤول عن عمليات الأكل مسؤول عن العمال وغيرها ال-Citchen workers اللي هم الأشخاص الخاصين بالمطعم وال-Clean boy طبعا هم المنظفين تقريبا تقريبا هاي أغلب الأمور اللي كانت وأغلب العمال يعني عرفنا شنو هاي التفاصيل ما للشركات النفطية وعرفنا شنو هم الموع العامل اللي موجودين بالأبراج بقد دقيقتين وأربعين ثانية إذا أي أحد يحب يسأل خلي نزل بالشات وآن إن شاء الله هسا رح أحاول شو ما آه أحمد الأسئلة تسجلتين لو تحب أحفظها يمي سكرين إن أنت النتحن فصل يمي فراحة تبجات السابقة يعني ما ما أي مشكلة هسا إن شاء الله رح وبنفس الوقت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة يمي كذلك يحبوني سكرونوهم يتواصلون إياك بشكل برايب أي وقت أي شخص يحب أي سؤال إن شاء الله يتدلل موعدنا إن شاء الله أسبوع الجاي نحاول يكون الوقت شوية أفضل من هذا حسب اختياركم شوف شو الوقت اللي تحبوه وأي سؤال مرحب بيكم بأي وقت إذا تحبون نحشي عن مواضيع ثانية فلكم كل حرية بالاختيار لكن أنا أشوف إن شاء الله إن شاء الله أسبوع الجاي راح يكون الموضوع أيضا مرتبط بهذا الموضوع اللي حتشيني بي اليوم نحاول نحشي شوية يعني الأمور اللي خاصة بالحفر إنه شنو هو وشنو تفاصيل وإلى آخره راح نحاول نحشي عن بقية اخصاصات المكامل وغيرها وإذا أي واحد بيكم عد فكرة معينة يحب يطرحها يحب هو ينطي ويشارك أيضا جزء من فمرحب بي بأي وقت شكرا جزيلا عن أي تخصير خاف يعني أنا صراحة كان عاجبني أفتح الكاميرا وشي بس بعد كهرامات في عدي ومصارة الفرصة فإن شاء الله على المحاضرة الجاي حتى نحاول يكون شوية أكفد تواصل أكثر ببيناتنا وشكرا جزيلا لكم تحياتي